اشتركوا في القناة مؤكدا دعم المجلس ومساندته لما اكده جلالته وحفظه الله من حرص على ترسيخ مبادئ التعايش والسلام في المنطقة والعالم ومن بينها المبادرة الشجاعة التي اطلقها جلالته في هذا المجال باعلان السلام مع دولة اسرائيل وتأكيد على مبدأ الحل العادل والشامل وفقا لشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن شعب مملكة البحرين يقف صفا واحدا خلف جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لمواجهة مختلف التحديات مبينا تأييد مجلس الشورى لموقف المملكة المنفتح على التكامل والجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا وتعزيز التعاون الدولي في هذا الجانب مثمنا معالي في ذات السياق النهج الإنساني لجلالة العاهل المفدى يده الله بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين لتجاوز هذا التحدي الذي يواجهه العالم ترجمة نانسي قنقر